أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشخير عالم الأنف والأذن والحنجرة والحقيقة النهاردة عايز أقول لكم أنه فيه ما يسمى بالدائرة المفرقة أو اللغة البسيطة بتاعت الناس البسطاء كلمة مهمة أو بنقولها يقول لك دواخين يا لمونة إيه بقى دواخين يا لمونة ولا الدايرة المفرقة؟ إنسان بيشخر طبيعة الحال الأكسجين اللي داخل جسمه أثناء النوم قليل والنوم ده شيء معقد وعجيب جدا جدا النوم بيحصل فيه ريكافوري لحاجات كتير النوم بيحصل فيه إفرازات لبعض الهرمونات التصحية في الجسم هرمون النمو بيطلع أثناء النوم كل البروسة جلندين مضادة للتهابات بتطلع أثناء النوم فالنوم ده وقت ريكافوري ريكافوري يعني استعادة للجسم لحالته الطبيعية مهم جدا ما يعرفوش كويس ما يعرفش قيمة النوم إلا الرياضيين اللي بلعبوا رياضة بعد بتلعب رياضة ثم أما خبوط ورجلك دي فيها ورم ودي فيها ألم ودي فيها التواء ودي فيها العضرة دي فيها شد وقتا تاخد دوش هتنام بعد ما تصحى من النوم هتلاقي حاجات كتير من اللي حصلة في جسمك اتحسنت ده لو نومك كويس لو الأكسجين بيدخل جسمك كويس إذا ما كانش الأكسجين بيدخل جسمك كويس إلا يحصل بصوا بقى ما فيش أكسجين هتصحى من النوم مرهق متعب لإنه ما فيش ريكافر يحصل عضلاتك ما حصلهاش الارتخاء المناسب لإنه ما فيش أكسجين دخل فحتقوم عايز تلعب رياضة أو عايز تعمل أي مجهود مش قادر أنا ما نمتش ما استراحتش والجملة المشهورة يا أخي أنا ما خدتش كفاية من النوم أنت نمت بقى لك 8 ساعات بس ما خدتش كفاية من النوم قمت تعبت قمت تعبان مش قادر أروح شغلي مش قادر أبز المجود لما روحت أعطت على المكتب مش قادر أتحرك حوالي وخلصت بقى لإني تعبان ومرهق فعايز أروح بسرعة أروح بسرعة مفيش مش رايح النادي مش قادر ألعب صحابك بيكلمونك يلا في حاجز كورة مش قادر أنا ما نمتش كويس مبرح فمروح أنت نمت بس ما خدتش أكسجين كويس فإن اللي يحصل وزنك يزيد النهاردة هتنام تاني أكسجين مش هيدخل تاني فتاني يوم هتصحة تعمان برضو فمش تعمل أي أكتفتي ولا أرى رياضة فبرضو وزنك هيدقي يزيد فالزيادة في الوزن هتؤثر على دخول الأكسجين في جسمك لأنها هتتراكم الزيادة في الوزن على مصار الهوى واتخن اللسان واتخن مش عارف إيه وتخلي المجرى الهوى نفسه فيه مشاكل والرقبة فيها دهون فهتلاقي نفسك كمان بتشخر أكتر وما فيش أكسجين أكتر وما فيش حركة تاني يوم أكتر وفيه برطة أكتر وفيه نوم أكتر وبالتالي كل ده بيخليك بقى تلف في دائرة مغلقة زي ما أنا قلت في الأول ودواخيني يا لامونة لامونة دواخيني بس هو السؤال أكثر أن أصلح الشخير ولا خسس نفسي وأنا وزني زادة ولا أصلح الشخير ولا أخسس نفسي فالشخير هتصلح ولا أصلح الشخير فأنا هبدأ أدخل أكسجين كويس وبالتالي هبدأ أكتفتي بتاعتي توبة كويسة وأبدأ ألعب رياضة وأبدأ أخس بقى أسئلة تتور في هذه الدائرة المسيرة جدا والمخيفة جدا ضيفي العزيز واحد من القادرين على الإجابة بحرفية عالية جدا عن هذه الأسئلة القيمة العلمية القديرة والإسم اللامع الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف الأزن والحنجرة دكتوراء الأنف الأزن والحنجرة والعلاج بالليزر والزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النومة الأستاذ الزائر بمستشفى ريال كير بالخرطوب أهلا بيك دكتور الشخير أهلا يوتر أيمن منهوروا دكتور مشكورك قول لي بقى الدائرة الوحشة دي نعمل فيها الحقيقة مقدمة مثيرة جدا أنا نفس الحقيقة يعني يعني أثرتني جدا بالكلام الحلو ده لكن هو فعلا الوزن والشخير معادلة صعبة جدا 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 لدرجة ناس كتير جدا بتبقى فعلا وزنها زيادة والعجيب ما بتشخرش وناس بتبقى سمارت وسلم ويعني وزنه 70 كيلو بتشخر جميل جدا جدا وانقطع نفس عشان كده الحقيقة المعادلة ما بين الشخير وما بين الوزن الزائد معادلة شائكة معادلة شائكة ليه؟ لأن احنا العيان بيجي لي العيان بيجي لي صاحب الوزن الزائد أول سؤال بيسأله لي طب ما أنا يا دكتور بدل مع طبعا بعد ما بكشف عليه وبعمله الفحوصات وكل حاجة وبقوله عمليا أول سؤال يسأله لي طب يا دكتور أنا لو نزلت وزني هل لو نزلت وزني الشخير والخنقة هتتحسن؟ طبعا ما كنت يعني المفروض الإجابة هقوله لأ لكن أنا فعلا إجابة لأ لأن أنا لو ما كانش قلت له عملية يبقى كان إجابتي لأ روح نزل وزنك لأن فيه عيانين فعلا بتجي لي أقوله روح نزل وزنك ولما هتنزل وزنك الشخير هيتحسن شوية هو السؤال السؤال إزاي نحكم على المريض إن هو عيان شخير عمل وزن ولا وزن عمل شخير دي الحقيقة ما بتجيش إلا بعد لما العين بيجي والعين بيعمل منعمله الفحصات كاملة وبنكشف عليه وبنشوف مجرى التنفس بتاعه وشكله عامل زي خلينا نتكلم كلام علمي ليه؟ لأنا لو خدت من الجزء بتاع تخصص بتاعي تخصص الشخير أي عيان هيجي لي وزنه زي ده أقوله لا تعالى ده احنا هنعمل لك العملية الشخير وهتتحسن والوزن هو بسبب الشخير لكن لا علميا لا علميا لازم أكشف عليه الأول لازم أشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل ازاي عندنا كمال المعادلة اللي هي بتاعه البي ام اي بالزبط كده معامل كتل الجسم بالزبط كده معاملة مهمة جدا عندنا عشان أقدر أحسب العيان دو أولا داخل تحت أي كاتيجوري من السليب أبنية أو من قطاع النفس تحت أي هل هو عيان يعني أوبرويت ولا نورمل ولا أوبيز زي برضو المعادلة اللي قدامنا كده زي الوزن ولا سمنة زيادة مفرطة تم اخذ بالحيطة كده عشان كده الفحوصات عندنا فحوصات أساسية بتبدأ من الفحص الرقبة فحص الفم فحص الأنف فحص الأكسوجين فحص الطول فحص الوزن كل الكلام ده فحوصات قبل ما المريض بيخشيلي وبعد كده ابتدي أكشف عليه الكشف العادي ثم أعمله المنظر بعد ده كله ابتدي أقول أنت محتاج عملية وهل العملية هتنزل وزنك ولا لا ليه بقى السؤال المهم جدا هل العملية الشخير بتنزل وزن ده سؤال مهم جدا أنا مقتنع بالضبط كده ليه؟ أنا مقتنع علميا علميا بيقولوا كده بيقولوا أن بيتقال طبعا مش بيتقال علميا العلم بيقول أن الشخير بيقل الأكسوجين وده شيء معروف جدا مش مش ما بقاش سر قلة الأكسوجين ده بتلخبط للهرومونات بتاعة الليبتن والجريلن بتوع الجوع والشبع عين الشخير عين الشخير السمين المليان مهما بيحاول ينزل من وزنه ما بينزلش يقول لي دكتور ما بقالي سنتين بلعب في 2-3 كيلو 120-130 كيلو وكبير وينزل 5 كيلو مش عارف أنزل وزنه أقول له طبعا طبعا يقول لي ليه؟ أقول له عشان حضرتك قلة الأكسوجين ملخبطة لك هرومونات الجوع والشبع فانت جسمك ما بيحرقش انت جسمك بيحرقش انت جسمك انت بتاكل ولكن عشان ما بتنامش كويس عشان الأكسوجين ما بيخشش في جسمك كويس عشان الهرومونات بتاعة الجوع والشبع ملخبطة عندك تصحب تصل لنفسك تصحب الليل تاكل وحتى لو ما كلتش وزنك ما بينزلش عشان كده العينين دول لازم يتعمل لهم عملية للشخير بعد كده عشان كده أنا ما بيقولوش عملية شخير بس ده أنا أقول له بعد العملية ما تتعمل أنا بأقول زمك ان انت تبتدي بقى تنزل وزنك بجد ودي بتبقى وعد مني ان انت بعد العملية أي محاولة لتنزيل الوزن هتلاقي ليها نتيجة كويسة ليه؟ والضاء وقت مثال على كده ان أول اسبوع من العملية العين بيخسره بتاع 7 كيلو لوحده الاكسوجين دخل في كل حتة في جسمه طبعا مع الأدوية ومع طبعا قلة الأكل شوية في أول 5-6 أيام ومع السترس مع الكلام ده كله بيبتدي الوزن ينزل فأول 5-6 أيام بينزله 5-6 كيلو بين العملية عشان كده أنا بقول موضوع الشخير وموضوع الوزن دي معادلة معقدة محتاجة يعني حد متخصص جدا في حتة الشخير وعشان يقدر يقول نعمل العملية الأول ولا نأجل ويروح يعمل عملية تكميم ويرجع ليه الحالة الوحيدة اللي بنقول فيها نروح يعمل عملية للتكميم ويرجع ليه انه هو أساسا ما عندهش مشاكل في جهاز التنفس ما عندهش مشاكل في مجرى التنفس مناخيره كويسة جداً بيكون شهال اللي وز الحلق عنده كويس جداً ولكن بسبب الوزن الزائد زيادة قوي 120-130-150 كيلو بتقللي مجرى التنفس فغصباً عنده لازم بقى فيه شوية خنقة لازم بقى فيه شوية شخير لو احنا عندنا مريضة 120 كيلو جاء لنا يعاني من شخير وطبعاً 120 كيلو واضح إنها سمنة مفرطة نقرر له نعمله الأول الشخير ولا التكنية الأول لإننا طبعاً أكيد 120 كيلو في كثير من الأحوال هيحتاج إلى عملية تكميم بالضبط لكن من الأول؟ الأول ده قرار حكيم لازم يتخذ بدقة وحكمة عشان نقدر نقرر الأول نعمله عملية إيه وهنعتبر إن هو محتاج عمليتين هنقول إن هو محتاج عمليتين زي ما قلت الحقيقة كده إحنا عندنا حالات عنده 70 كيلو وعنده شخير وخنقة وعندنا حالات 120 كيلو عنده شخير كويس كده؟ وميش محتاج عمليات شخير بعد ما بكشف عليه إحنا متفقين بخلص دول حالتين مختلفتين لأ الحالة الحقيقة بتقولها حالة هو عنده شخير وخنقة وعنده 120 كيلو مسببين الشخير وخنقة هو السؤال نعمل الآن إيه؟ أنا هقول لحضرتك أبدأ بمين؟ أبدأ بمين؟ أنا هقول لحضرتك ببساطة لو أنا عين دوا راح يعمل عملية التكميم أنا هبدأ من الناحية التانية لو راح يعمل عملية التكميم دكتور التخدير اللي بيخضره هيبقى عنده مشكلة إيه؟ المدخل الهواء؟ بس دي كفاية أنت عارف حاضرتك إحنا المركز المتخصص لجرحات الشخير بيبقى أهم من أهم بلاش أهم من أهم النقاط فيه نقطة التخدير آه طبا مجرد سواء بالضبط كده سواء كان الطبيب التخدير نفسه على دراية وعلى قبرة عالية جدا بحالات الشخير سواء كانت الأجهزة المستخدمة المناظر المستخدمة في حالات نوم العين بتاع الشخير والخنقة فهو السؤال هل أنا السؤال المنطقي اللي أي حد بقى يقدر يستنبط الإجابة العين ده أخليه يعمل عملية الشخير وسهله مجرى التنفس وسهله مجرى التخدير بتاعه بدون خطورة بحيث أنه هو يوم ما بيفوق من العملية بيقدر يتنفس كويس مفيش لأن العملية الشخير أهم نقطة فيها وأول حاجة بتتحسن ليلة أول يوم العملية الخنقة الخنقة بتروح تمام بنسبة 100% الشخير بيفضل شوية يتحسن تدريجي لمدة مثلا أسبوعين ثلاثة شهر فأنا لما وقف له الخنقة بعد أول يوم أعتقد أنه هو بعد كده لو راح عمل لعملية التكميم بعد شهر أو بعد شهرين الأمور هتبقى سهلة جدا ده معناه برضو تأثير هرمونات الخارجة من فندس المعدة المباشر على مجرى الهواء ده أكيد أول يوم يتأثر وما خلسش هولا كيلو لسه مخلسش أه مخلسش هولا كيلو بس بعد عملية التكميم لمعناه أنه فعلا هرمونات الخارجة من فندس من قبة المعدة دي هرمونات سمة أكيد أكيد تجهزات خاصة لا هو تجهزات العادية بتاعتنا تجهزات العادية بتاعتنا إن حالتنا كلها حالات بتجد الرعاية العادية اللي هي العادية بالنسبة لنا اللي هي الكير زيادة جدا في أي مكان تاني نوارت وشرفت وأبداعت ضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة لسهول دكتور ريشام إبراهيم استشاري الأنف والأزم والخنجرة واللالاجب الليزر وزملة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم لسهول زائد ومساش في روية الكير بالخرطوم نوارت الدكتور أهلا بيك خليكوا دايما مع الدكتور فقدت طبعا بعاني من خنقف تنفس جمدة وأنا نايم وأنا نايم بالليل طبعا كنت ساعد بقوم من النوم مخنوق وكتير طبعا كنت قوم من النوم مخنوق ونتيجة كده ما كنتش وقت براحتي في النوم باللوضفة طبعا لصوت الشكير كان عالي كنت مشخر بصوت عالي وكان بيبقى نفسي مكتوم وموري إيه ناشف أصداع طبعا صداع جامد يعني في شغلي طبعا أنا مكنش بقى مركز برضو طول النهار بقى فيه إجهات بسبب النوم المتقطع اللي مناموا في البيت برضو نفس الكلام الصوت بيبقى عالي اللي علمت عرشة نام فبطرنا بقى أبعد عنهم ونام بعيد علشان خطر ما أثرش عليهم برضو يعرفوا يناموا كان يعني تعبني طبعا الصوت والكلام ده فهي العملية فرقت معايا كتير فرقت معايا في التنفس بقيت أحسن وبتنفس أحسن أنا بروح أجري بروح جيم فبحس النفس بقى أحسن وأنا نام بالليل ما عادش في خان التنفس نصيحة إن اللي يحس بحاجة زي كده يبادر ويروح يكشف ولما يروح يكشف يعني يروح عند حد متخصص يفهم أو يقدر يشخص صحفة بصراحة الأجهزة اللي عنده يعني خلتني بقيت برضو متطمن أكتر الحاجات دي بصراحة طمنتني أكتر لما جيت عند دكتور هشام طبع